أمام حضراتكم لحظة استعداد الفريق القطري الذي أتى من أجل الإنقاذ ومن أجل المساهمة في دعم المنكوبين في تركيا للمغادرة والعودة مرة أخرى للأراضي القطرية تحية إجلال وتقدير للفريق القطري أمام حضراتكم يعني عدد كبير من الأفراد ضمن الفريق القطري وفي الخلفية طائرة القوات الجوية الأميرية القطرية ووقفة التمام ووقفة الانتباه ومن الواضح بالفعل بأنها صورة مشرفة نالت إعجاب الكثيرين في السوشيال ميديا في تركيا هناك تحية كبيرة من قبل الشعب التركي للأشقاء في قطر للأشقاء في السعودية للأشقاء في الكويت للأشقاء في مصر للأشقاء في السودان للأشقاء في الصومال للأشقاء في أفغانستان لا أريد أن أعنسى أي دولة للأشقاء في الجزائر يعني رأينا هذا المنقذ الجزائري الذي ساهم في إخراج طفلة حية من تحت الأنقاض وكيف كان الدموعه وكيف كان تأثر السوشيال ميديا في تركيا بهذا الرجل لذلك تحية عطرة لأمثال هؤلاء الأبطال نتحدث هنا عن الفريق القطري وعن لحظة مغادرة الفريق القطري للأراضي التركية أمر رائع للغاية يدلل على حالة من التكاتف على حالة من الوحدة والتعاون بين شعوب الأمة الإسلامية ظهرت في محنة الزلزال تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بالهوية الإسلامية وبالأخلاق العربية الأصيلة التي راصدنا معها أيضا هذا الموقف المشرف من قبل المملكة العربية السعودية وإعلان السعودية عن أنها أودعت خمسة مليار دولار في البنك المركزي التركي من أجل دعم الاقتصاد التركي والبعض اعتبر هذا الأمر يمثل دعما حقيقيا من قبل المملكة العربية السعودية لأردغان لأن أردغان الآن يواجه منافسة انتخابية قوية هو في حاجة مسة للحفاظ على استقرار العملة المحلية لدعم الاقتصاد التركي لمساعدة هؤلاء المنكوبين اشتركوا في القناة